طيب قال كيف تقولوا ان ابن تيمية على منهج السلف وهو يقول ان الله ينزل كنزولي هذا كذب ابن تيمية ما قال كده وايزوا البنسب لابن تيمية انه قال ان الله ينزل يعني من العرف كنزولي هذا وزادوا الكطبة كمان قال ابن تيمية نزل من المنبر ثلاثة درجات واحد كده اتنين تلاتة نزل قال الله ينزل زي كده كذب على ابن تيمية والكذبة دي اول ما روج لها رجل يسمى ابن بطوطة رحالة والحوام كده بلف من هنا لهنا في امتى لا في كده بلجط الاخبار دي السبب في ان ابن بطوطة يقول الكلمة دي في ابن تيمية ابن بطوطة صوفي فت الراجل ده صوفي وحملته عقيدته الصوفية على الكذب على ابن تيمية عشان كده الكتاب بتاعه ذاته لمن برقوا في الكتاب ذاته بتاعه رحلة ابن بطوطة لمن جا كتب الكلام ده نقل انه هو دخل هو دخل دمشق دمشق دي ما حل ابن تيمية كان موجود نقل انه هو دخل دمشق في رمضان في رمضان كويس يوم تسعة رمضان او كده واتفغ العلماء من المؤرخين ان ابن تيمية مسجون من يوم ستة شهر شعبان يعني قبل ما ابن بطوطة يخش دمشق بشهر كامل ابن تيمية مسجون في السجن دخل ابن بطوطة بعد شهر قال اول ما دخلت رأيت ابن تيمية نزل من المنبر وقال ربنا ينزل كنزولي هذا كذاب ابن تيمية مسجون قبل ما يتدخل دمشق يا مجرم يا كذاب فهمت مع هذا كله العلماء قالوا ابن تيمية ينفي هذه المعلومة دي بالذات ينزل كنزولي هذا ينفي بل يعتبر قائلة كافر دي كتب ابن تيمية دي الكتب الصحيحة بتاعت ابن تيمية ككتاب الفتاة والمجلد 11 الصفحة 222 ابن تيمية قال كل من يقول هذه القولة فهو كافر ما عقول ابن تيمية بيعتقد انه اللي بيقول الكلام ده كافر ويجي يقوله ما عقول ده ما بيجي شان كده دي من الاكاذيب بتاعت الصوفية واعلم انه كل مبتدع على وجه الارض ها كل المبتدع باصنافهم تجد عنده طعن في ابن تيمية اي مبتدع تلقى بيطعن في ابن تيمية بجارب من الجوانب لان ابن تيمية رحمه الله تعالى نظف الجوانب دي كله ضرب الخوارج بيجاي ضرب الشيعة ها المعتزلة الجهمية في متى ان كل النواصب كل الفرق دي ادى حقها تمام عشان كده هما بيفتروا عليه الكذب من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا اشتركوا في القناة شكرا